اجتمع سعادة السيد أحمد عبد الرحمن السعاتي سفير مملكة البحرين لدى روسيا الاتحادية وسفراء السعودية ومصر والسكرتير الأول بسفرة دولة الإمارات لدى روسيا الاتحادية مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الدومة الروسي وأطلع الدبلوماسيون البرلمان الروسي على ما تعرضت له الدول الأربع من أضرار وخسائر جراء دعم دولة قطر للجماعة الإرهابية خلال السنوات الماضية والجهود السياسية التي بذلتها هذه الدول لإثناء الدوحة عن سياساتها العدوانية والتي لم تجد تجاوبا معها الأمر الذي اضطرها إلى اتخاذ قرار قطع العلاقة للدبلوماسية مع قطر وحماية لأمنها الوطني وسلامة شعوبها وقالوا إن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جهود جميع الدول لإدانة ومكافحة الإرهاب على المستوى العالمي من جنبه أعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الدومة الروسي عن تفهمه الكامل لمخاوف الدول الأربع والأسباب التي دعتها لاتخاذ مثل هذا القرار وذكر أن اتفقية الرياض التي وقع عليها أمير قطر عام 2014 كانت أساسا جيدا لحل الخلاف الذي نشب آنذاك ويجب على قطر أن تلتزم بها